موسيقى بريخ رمشو مساء الخير وإن كثرت تبعيون والإنهزاميون وحدنا نكمل الدرب هذه الصورة التي بدأت تتكشف لصورة المرحلة المقبلة على ضوء الاستحقاقات الخارجية وما ينتج عنها من اتفائيات بتنظم عمل الدول ومصالحها وما تفرزه من تداعيات إيجابية أو سلبية على حلفائها المولاجين تنفيذ أجندتها السياسية والعسكرية في الدول حيثهم وبالتالي هم يشكلون ارتباطا عميقا وامتدادا استراتيجيا لإحدى الدول التي تشكل فريقا في الاتفاقات المعهودة لمهم أن دايما بدأنا نحن نتلمس الإنعكاسات منذ أكثر من خمسة أشهر وهي آخذ بالتبلور أكثر فأكثر إلى أن تظهر إلى العلن في المرحلة الراهنة وهي تأتي استجابة للمحور المرتبط به وإعادة لتموضعها المصدحي بعد تخليها عن ثوبتها وقناعاتها من أنها ناضلت وقاتلت في سبيلها وهي اليوم تنبري بخف حنين إلى التفلت من صدقيتها والتراجع عن شعاراتها لتكون في عداد المنظومة الجديدة ويبقى أننا ندرك أننا رأس حربة في الصدقية والالتزام والإيمان بديمومة هذا الوطن لبنان وإنسانه إيمانا منا بقدسية مبادئنا وحفاظا منا على حاضرنا الملتصق بماضينا الحافل تاريخيا بالإيمان والسيادة حتى الاستشهاد ضيفنا لهذه الليلة مشاهدي الفضائية السوريانية سورو يو تيفي رح يكون معالي الوزير السابق البروفيسور ألا حكيم أهلا بكم عبر برنامج بكل حرية عبر دايما الفضائية السوريانية سورو يو تيفي وصفحة سورو يو تيفي لبنان أهلا بك وبالمشاهدين أكيد بروفيسور يعني اليوم دايما معكم كحزب كتائب لبناني كنت أول من استقال من الحكومة السابقة وأعلنت هذا الموقف رغبة من الشعب اللبناني كنت عند حصا ظنه خلينا نحكي شوي اليوم عن هذه الاستقالة وما قالت عليه لحتى نرجع نبدأ بآخر المستجدات السياسية أولا الاستقالة أجت على كيد بطلب من القاعدة الشعبية اللي كان يمثلها حزب الكتائب خاصة من بعد انفجار برفق بيروت ولكن الموضوع هيدا كان عم بيتحضر عم بيتحضر من سنة 2014 خاصة من خلال الحكومة اللي كنت فيها أنا وزير كان فيه تعدد مواقف خلال هالفترة هيدا كان بتودق إلى الاستيقالة وفعلا سنة 2016 صار فيه استيقالة فعلية من الحكومة أنا زاك هيدا كانت الخطوة الأولى إذا بدك والمعارضة كانت من داخل مجلس الوزراء وعند الاستيقالة انتقلت إلى معارضة بمجلس النواب وضلت خلال 3-4 سنين كمان يعني من 2016 إلى 2019 يعني 3 سنين إلى حين أدرك الحزب وقيت الحزب أنه اليوم المعارضة من داخل المنظومة ومن داخل مؤسسات المحتكرة من قبل المنظومة غير قابلة للتغيير فإذا كمان استقلنا من مجلس النواب والبرهان اليوم أنه السؤال المعاكس هو الصحيح يلي بقيوا جوا شو فيون يعملوا ما حدا عم بيقدر يعمل شيء من الداخل لأنه في احتكار تام للقرار السيادة واللبناني داخل المجلس النيابي الحالي وهي دا مبين من خلال ما وقفه والقرار المتتالية اللي عم بيخدر فإذا الاستيقالة كان لابد منها يعني بعد المارونية السياسية هل نحن في زمن حكم الشيعية السياسية برأيكم؟ لا أنا من موافق على الموضوع أبدا وحتى حزب الكاتيب غير موافق على الموضوع الموضوع اليوم من سيادي وليس سيادي اليوم نتعاطى مع منظومة خونا ومتعاونين وانتهازيين وهالمنظومة الكاملة هي اللي عم تخلق اليوم الشرق الكبير بالمجتمع اللبناني الشرق ليس طائفة وليس اجتماعي وليس اقتصادي وليس بين طبقات أما طائفة أما اليوم الشرق هو بين من يؤمن بسيادة لبنان ومن لا يؤمن بسيادة لبنان وهو اللي إذا بدك الفريقين مكونين من عدة طواقف على الأكيد بروفسور يعني خلال نبدأ اليوم بالناس شو بده؟ اليوم أهالي ضحايا انفجار بيروت مطرين يكون في تحقيق شفاف واضح يكون فيه محاسبة لكل المجرمين بدءا من رأس الهرم إلى أسفله يعني منعرف تراتوبية الأشخاص اللي كان عندهم علم بوجود الأمونيوم والنيترات كيف تفسر برأيك الموقف الأمريكي الأخير يلي استجد حيال القاضي بيطار؟ لسيما هل برأيك بتعتبره هو لتعويمه بعد اضطرار حزب الله إلى تهديده بجريمة مرفق بيروت من إبل المسؤول الأمني في وفق صفا واللي شكلت فعلا فضيحة مدوية الأسبوع الماضي؟ التدخل بالقضاء أمر بغفوض وهذا اللي عم بيصير على الصعيد اليومي وهذا ليس جديد اليوم بلبنان منذ الاغتيال اغتيالات القديمة اللي صارت من اغتيال جبران تويني لاغتيال الشهيد بير جبيل ووا 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 كل قوام من اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري كان الاغتيالات المتتالية والتدخل بالقضاء واضح على جميع الأصعيدة وهذا نمط معروف ومتبع منذ الفترات القديمة يعني أيام الفلسطينية وإيام السورية وإيام اليوم الإيرانية التدخل المباشر والغير المباشر داخل القضاء اللبناني واضح بواسطة العملاء والمتعاونين والانتهزيين لسوء الحظ للأسف حتى الرئيس الشهيد بشير لجميل شفنا أنه حتى ما تحاسب المجرم وأنه نعرف مين حتى اليوم ما في حدا نتحاسب على جميع الأضايا العالقة اليوم بالقضاء اللبناني لا إن عرفوا لا إن ما عرفوا رحية حاسب المسؤول كمال جملات عن كل الإختيالات عامة وخاصة عن انفجارات كمان اللي صارت المتتالية على الأراضي اللبنانية يعني ننتهي بموضوع المرفق دي اللي هو كنت سؤالك شو نطرين الأهالي؟ نطرين العدالة نطرين يعرفوا شو صار بالمضموط هل رح تتحقق هالعدالة؟ الواضح اليوم إنه العدالة لن تتحقق ليه؟ لأنه اليوم في تضارب في عم بيجربوا يغرقوا مثل ما بيقولوا الرأي العام بيتضارب المعلومات وبيتضارب البيانات وبيتضارب المواقف على جميع الأصعي دي وين الرأي العام ما بقى رح يلاقيه حاله وبس يضيع الرأي العام ما بقى بيكون عنده موقف عم بيجربوا يموتوا الموقف والمبدأ العام مبدأ العدالة وبرجع بقول لك العادية اللي قد ما بتتأخر قد ما بتخسر من تأثيرها قد ما بتخسر من مفعولها وهيضا أمر مؤسف اليوم ولكن طبيعي جدا بيظل احتلال عام للدولة اللبنانية يعني مع كل يلي عم بيصير سمعنا صوت يعني بقام وهاب من كم يوم بيقول أنه قبل أربع سنوات ما تحلموا يتكشف أي شيء عن ملف التحقيق وكمان بيقول عن حاله أنه هو وكأنه رح يأذوه لأنه هو بيعرف مين يعني هلقد فيه أشخاص عنده جرأة تقوله أنه أنا بعرف مين وما رحقول لأنه رح أنأذى يعني بأي منظومة اليوم نحن عايشين بلبنان نحن بيحتلال واضح وكامل وكل هالأمور هولي بتساعد وبتساهم إلى إعطاء فراغ إذا بدك فكرة ومعنوة لكل القضايا العلقة إن كان قضائيا أما غير قضائيا لأنه رح نشوف حتى أنه بغير أمور كمان غرق الفكرة غرق الموقف غرق المبدأ هو إذا بدك الهدف الأول لها المنظومة الفاسدة يلي حكم البلد اليوم يلي هي مش بس منظومة فاسدة ولكن منظومة من بيع أيضا للخيرج وهي دي علنا يعني مش عم يتخبوا عن الموضوع ضمن إطار التهديدات اليومية كان فيه تهديد اليوم أو منبارح من قبل حزب الله بالتحديد بموضوع الوجود الأمريكي في الدولة اللبنانية وهي دا ملف آخر حدا يقل لي وين فيه أمريكان بالدولة اللبنانية أما فيه نفوذ أمريكاني في الدولة اللبنانية فإذا كل واحد سيادة بنرجع ونلقى موضوع المرفق والقاضي بطار كل شخص سيادة كل شخص بيآمن بالدولة اللبنانية كل شخص بيآمن بالحرية والاستقلال خاصة استقلال الوطني يعد أمريكي لسوق الحظ هل نعت بالعمالة أمر أكيد مرفوض على الصعيد العام خاصة بس الهدف الأول والأخير ليه هالأشخاص أما هالأفريقاء هو سيادة واستقلال الدولة اللبنانية يعني اليوم مين بحقله يوصف غيره بالعميل يعني هادي نقطة نقطة تانية عم بيخنه صوت الاغتراب اللبناني ممنوع المغترب يقترع ليش برأيك اليوم يقال إنه حزب الله منظمة إرهبية اليوم بدول أوروبا بدول خارجية تعتبره منظمة إرهبية بامتياز وما بحقله يكون عنده مرشحين هل هالشي برأيك هو المؤثر على خنق الصوت الأربياء أولا وصف العمالة ليس وصف واهم هو بالمواقف وهو بالإعلام وهو بالمبادئ بس حدا بيطلع بيقلك أنا جندي عند هالجيش أما عند هالبلد أما أنا عسكري تحت إيد فلان وفلان منكون عم نحط حالنا تحت رعاية ووصاية دولة أجنبية هيد العمالة اليوم اللي عم بيطلع عم بيحكيك بموضوع الفساد وبموضوع تسكير الحدود اللبنانية هيدا موقف عامة ومبدأة وطنة وسيادة فإذا العمالة إلى أوصافة إلى مبدئة إلى إذا بدك الكريتيريا اللي هي بتدل العميل من الغير العميل أما من الوطني هيدا واحد بالموضوع الثاني اللي هو كيفية الإداء اليوم في إداء عم بيصير على صعيد الوطني وعلى صعيد الدولة من خلال المؤسسات الموجودة من خلال هالإداء اللي عم بيصير إن كان بمجلس النواب أما بمجلس الوزراء ممكن واحد جعرف مين وطني من مين عميل من هالناحية هيدا فإذا السورة الكبرى اليوم أنه البلد ينقسم إلى قسمين قسم العملاء والمتعاونين والخونة والانتهزيين وقسم ثاني اللي هو القسم الوطني والقسم السيدي اليوم هذا المحور يلي عم يجرب أو أخذنا عليه حزب الله محور الممانعة محور التابع لإيران وغيرها واليوم البعض يوصف بأنه حتى الرئيس الفرنسي ماكرون كمان دخل باللعبة لأنه هو بيقول أنه ما عندي فريق آخر أو بديل تحيور معه وحزب الله لو أنه من منظومة إرهبية ولكن الشعب اختاروا يعني وين إلى أي صورة رايح لبنان أو متجه وقديش أنتوا اليوم كصوت صيادة حر راح تجربوا تقتلعوا صورة أو لبنان من خلينا نقول فم الحوت أو غيره في أكتر بنزل من هيك؟ السؤال هو بحد ذاته اليوم في رئيس دولة أجنبية فرنسا أما غيرها يتعاطى بالأمور الداخلية اللبنانية كأنه أمور شخصية أما أمور بتخص هالبلد بحد ذاته اليوم هذا الأمر مرفوض حتى اليوم نحن عم نرفض الزل المستمر اللي هو من خلال أولا التوسل والتسول على صعيد البلدان المجاورة وعلى صعيد الدول الصديقة واحد اثنان نرفض أيضا التواجد على طولات النقاش اللي فيها غير لبنانيين حتى لو أصدقاء وحتى لو دول تريد الخير للبنان هذا أمر مرفوض اليوم نحن اللبنانيين لازم بحد ذاتنا نقدر نقوم بما نجد خير للبنان ومن هالمنطلق اليوم هيدا دليل على إنه الكرار اللبناني ليس في لبنان الكرار اللبناني في الخيرج إن كان الدول صديقة أما دول غير صديقة وهيدا الأمر المرفوض على جميع الأصعي دي إن كان كمان مرة من الأصدقاء وإن كان أيضا من الأعداء أما الدول الحريصة على لبنان فإذا أكيد دولة عظمة مثل فرنسا بدى توصل إلى مصالحها وإلى أهداف معينة وكانت عم بتفتش على محاور على بديل للسلطة الحالية ما لقيت فإذا توصلت اليوم إلى أن التحاور الموجودين بمن وجد أما بمن حضر قدرت التواصل لهالموضوع وعلى أكيد هدفها يمكن الأسمى هو خير لبنان ولكن ضد مصلحة لبنان لأنه أكيد التعاون مع الطبقة المتعاونة هي أما هو تعاون سلبي للدول اللبنانية وللمواطن اللبناني والبرهان الحالة اللي نحن فيها اليوم لأنه بس نجي على موضوع نحكي سوا بموضوع الحالة الإنية خاصة بالحكومة الموجودة رح نشوف أنه ما في شيء تخير ما في شيء تحسن ولا اقتصاديا ولا ماليا ولا اجتماعيا والبرهان الحالة نحن فيها اليوم فإذا كل هالأمور هذه ما بتودي إلى نتائج إيجابية وبالأخص على الصعيد الخارجي اليوم القرار هو والمواقف هي مواقف وقرارات لبنانية من هالمنطلع بوصل للي قلتي حضرتك نحن اليوم عمنا تطلع ومقاومة سيئسية سلمية داخلية تغييرية إلى الوصول إلى تغيير الطبقة السياسية الشرعية الموجودة اليوم في الحكم هذا هدفنا الأول والأخير وذلك من خلال أكيد الانتخابات الجاية ومن خلال أكيد التعاطي مع المواطنة اللبنانية للتوصل إلى حلول عملية للحالة المشرزمة الموجودة عندنا بلبنان اليوم بروفسور حكيم اليوم قديش في تقل على صوت المغترب لأنه اليوم مش يعني هل قدي حقيقية الأمور أنه اللبنان اللي عايش بلبنان ما رح يقدر يغير قد المغترب يلي عم يشوف في صورة أوسع ويلي مش ناطر خلينا نقول بين هلالين كرتونة الزلي يلي عودوا علي المسؤولين بلبنان هل رح نقدر ننجح بإعطاء المغترب حقه أنه ينتخب أينما وجد؟ وهل ستزرع الانتخابات النيابية المقبلة مع ضغط دولي لأنه شفنا الضغط للمجتمع الدولي ما كان كافي إلى حد ما بتأليف الحكومية اللي ما رأيت؟ البطلب الأول والأخير هو مشاركة المغترب واللبناني يلي عم بيشتغل بالخارج لأنه ما فيه بس مغتربين ولكن فيه لبنانيين يلي عم بيشتغلوا بالخارج يلي هنه كمان شريحة كبيرة هول الشريحتين هنه شريحة شرائح إذا بدك تغييرية رح تغير على الصعيد الداخلي يلي ترك لبنان وفل ما فل لأنه مبسوط ومرتاع بلبنان فل لأنه مش مرتاح لأنه رافض الأمر الواقع فإذا الأشخاص هولي عندهم إذا بدك روح تغييرية نفسية معارضة على الصعيد العام عشان هيك عم نحضر اليوم مسرحية كبيرة على الصعيد العام وتضارب بالأراء والبيانات والأخبار على صعيد اشتراكهم بالانتخابات الجاية ليه؟ لأغراق الموضوع الانتخابي ضمن إطار عام والتوصل إلى ما هو مسموح نوعا ما وهيدي نمط لسلطة الاحتلال الموجود اليوم باللبنان على صعيد جميع الملفات غرق الموضوع للتوصل إلى ما معقول يعني بالأخير من بعد اجتياز الفترات المسموحة والاستحاقات التوصل إلى ما هو ممكن يلي هو القرارات اللي راح تكون مع تلزيقات أكيد وتزبيطات للتوصل إلى مبتغيهم يلي هو أكيد ضرب الانتخابات الجاية إن كان راح تصير وإن كان ما راح تصير إذا بتسأليني السؤال أنا باعتقد راح تصير لأنهم هني بالسلطة اليوم وبأماكن قوة تسمح لهم تصير الانتخابات على منصالحهم هني على إياسهم وعلى إياسهم وهذا هو الموضوع الأول اليوم يلي راح يكون فيه مقاومة شرسة من قبل الجبهة المعارضة اللبنانية يلي هي بتمثل عامة مجموعات عدة وأحزاب من المعارضة للتوصل إلى نتائج إيجابية من ناحة الانتخابات الجاية تحديدا بهذه النقطة اليوم كشرائح كان مطلوب من الأول يعني خلال نحكي من قبل 17-20 توقف وقف وقف يعني وطنية سيادية وتشكيل جبهة ليش تأخرته؟ ليش ما فيها التعاون الوثيق؟ ما بتستحق هالأزمة الاستثنائية فعلا هيك تنازلات من كافة الشرائح خلينا نقول موقف حزب الله من هالناحية عامة موقف سلبة مية بالمية وهيدا اللي أدى إلى الهجومات المتكررة المباشرة والغير المباشرة على تكوين هيك جبهة وعلى ثورة التشرين على الأكيد ومن هالمنطلق اليوم حزب الكتائب كان واعي لهالموضوع وجرب بجهود كبيرة أنه يجي يكون اليوم جبهة جديدة يلي هي مش هو بس أكيد ولكن مع مجموعات تانية تكوين جبهة معارضة لبنانية فعلا بتكون عم بتمثل كل لبنان على كل الأراضي اللبنانية ومن هالناحية هيدا بنعرف كلنا أنه في صعوبة للتوصل إلى توحيد الأراء وتوحيد المواقف بس توصلنا اليوم إلى تكوين جبهة جبهة المعارضة اللبنانية اللي هي كمان مرة عندها أراءة عندها رؤيتها المستقبلية عندها رؤيتها حتى بالنظام اللبناني المستقبلي على مرحلة تانية أكيد مش اليوم ولكن من ناحية تانية هيدا جبهة بدأ شوية وقت لأنه بتضم أعضاء كتير مجموعات كتيرة أفريقاء كتيرة وأعذاب كتيرة فإذا إلى حين التوصل إلى إذا بدك تكوينه وبعدين يمكن كمان في خطوة استراتيجية تكتيكية بهالموضوع اللي هي عدم تكوينه اليوم لعدم أعطاء فرصة للأخصام وأكيد للمنظوم الموجودة لخرقه ولتكوين إذا بدك وجعل إذا بدك مشاكل داخلية لها الجبهة نفهم منكم يعني قريب قبيل الانتخابات ممكن أنه هو الأكيد رح تصير من قبل الانتخابات أكيد ولكن نظراً للعوائق ما أيضاً عن أجواء الثورة ثورة 17 لا ما هي من رحم الثورة هاي دي والمجموعات الموجودة جوه والأفريقاء هي من رحم الثورة حزب الكتائب من رحم الثورة أصلاً كان ما قبل الثورة حزب الكتائب يناضل بهالموضوع هاي دا وإقتناعاً منه توصل إلى هالمشاركة بيها الجبهة العريضة هاي دا وبرجع بيليك يمكن التأخير هو لمنع وضع العراقيل عراقيل هالسلطة الانية اليومي اللي هي عم تتربص لهالموضوع وناطرة تشوف مين جوا وكيف هني ومين إني ليه أكيد كمان مرة التدخل المباشر والغير المباشر داخل هالجبهة يعني للأسف هيدا الوضع بلبنان خلنا نحكي أكتر هلأ عن المفاوضات الأخيرة مع صندوق النأد يلي هي فعلاً هي أحد الأولويات لحكومة الرئيس نجيب نقاتي يقال إنه رح تشتغل وعينت لجنة المفاوضات ورح يتولى الرئيس مباشرة مع فريق العمل العمل فيها ولكن عم بينحكى بين هلالين عن انقصام بين الأفريقاء السياسيين غير معلن يعني شو هو مستقبل هذه الحكومية اللي يمكن تدوم بضعة أشهر تكمل ما تكمل مهيمة وعن بينحكى بأبرز المطالب هو تسريح عشرات الألاف من الوظفين بالقطاع العام وضبابية هذا المشهد حيال حصول إجماعة عليه يعني شو عندكم معلومات حول هذا الموضوع؟ الواضح أنه خطة إعادة لبنان اقتصادياً ومالياً واضحة في خطوات لازم تنعمل خاصة بداية بشيء اسمه الإصلاحات وتانياً أكيد الاعتراف بديون الدولة اللبنانية هذا واحد اللي تهربت مننا حتى اليوم نحنا بشي يسموه بالإنجليز دي دينايل ستيج يعني إجوا وقالوا نحنا حتى حكيوا فيهم حتى اليوم من هالناحية هيدا التوصل إلى حلول عملية بده إرادة والإرادة اليوم غير موجودة لأنه من افتعل الأزمات المتتالية مش هو اللي راح يلاقي حلول لهالموضوع والبران اللي عم بيصير اليوم بعدين اللي كان بده يلاقي حلول كان فيه يلاقي الحلول الموجودة المعروفة من الجميع المتدولة إعلامياً وإعلانياً كان فيه طبقة من سنتين نحنا ما ننسى أنه نحنا الدولة الوحيدة بالعالم اللي صار فيها هالأزمات الكارثية مش أزمات اقتصادية أزمات كارثية اليوم مصلحة كهرباء لبنان عم بتقلك وصلنا لشفير الهاوي أما نحنا بالهاوي عم بتدق بالأخير وما حداً عم بيحكي بالموضوع فإذا انتجي هالأزمات الكارثية أول دولة بالعالم وبتمطر سنتين تقدر تاخد أقل خطوة إيجيبية اتجاه التدهوى الحاصل وهيدا خاصة على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي على جميع الملفات الموجودة اليوم نسمع أنه في بيان صدر عن وزارة المالية بتقول أنه راح يكون فيه نقاش مع صندوق النقد الدولي اليوم لازم يكونوا بلشوا من جمعتين يعني لازم يكون بلشوا نهار زيته يلي أسسوا فيها الحكومة لازم يجوا بلشوا كرافاتات وليزم يكونوا عم بيجتمعوا ليلاً نهاراً مش يروحوا يفتتحوا بإكسبو دوباي المعرض اللي افتتحوا عن قريب وعم بيعنوا اجتماعات سنوية ما بتفيد حداً وعم بيقوموا بخطوات فردية وزارية ما بتودي لأي هدف أما خطوة إيجيبية على صعيد الأزمات المتتالية أين الخطة الشاملة على جميع الوزارات يمكن عندك بعض وزارة عندهم شوية إيجيبية ولكن هالإيجيبية ما بتعمل شيء على صعيد الأزم الكارثية اللي احنا فيها فإذا اليوم عندك وضع مزرع على الصعيد الحكومة لأنه هالحكومة هي صورة عن الحكومات السابقة يعني برأيك رح تكمل مسيرتهم على نفس الخطة رح تضل كما قلت لك عم بتجرب تعطي بعض الأمور الإيجيبية للمماطلة للمماطلة وتضيع الوقت إلى حين الوصول إلى الانتخابات الجاية بروفسور حكيم برأيك اليوم شو هي المخارج أو خلينا نقول البدائل يلي مطروحة لدى الرئيس ميقاتي واللي بإمكانه اليوم إرضاء خلينا نقول الصندوق النقد الدولي وتجنب فتيل تفجير في حال غياب التوافق السياسي الكامل الحلول الموجودة معروفة ولكن البدائل غير موجودة وهون الخطر الكبير لأنه ما في بديل للصندوق النقد الدولي ما في بديل للإصلاحات ابتداء من الكهرباء وانت عم بتشوف اليوم التنافس والتضارب بالمعلومات وبالبيانات بالإعلام والتخاصم إذا بدك الداخلي للأفريقاء بعده هو زيته ويلي بيودي على الأكيد إلى انهيار شامل على الصعيد القطاعات عامة وهذا الموضوع نحنا قلناه وتعددناه عدة مرات نحنا كحزب الكتاب وقلنا من ضار الأزمة من خلق الأزمة ما بيقدر يلقي حلول للأزمة فإذا نحنا اليوم قدام حائط ومسدود مع أنه في تجاوب وفي إيجابية من قبل المجتمع الدولي لا هالحكومة نوعا ما ولكن عند القرار من يقرر ليس المجتمع الدولي ليس فرنسا ليس إنجليترا هي الحكومة اللبنانية وهالحكومة اللبنانية عربون عن تواجد هالأفريقاء المتخاصمين داخل الدولة اللبنانية فإذا ما رح نقدر نوصل إلى أهداف إذا بدك أما نتيج إيجابية على الصعيد العام هلأ إن شاء الله نقدر نحسن شوي الضغط الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين يقدروا إذا قدروا كان به وهذا يمكن هدفهم تبسيط إذا بدك أما تخفيف الضغط على المواطنة اللبنانية للوصول إلى الانتخابات ولكن الموضوع هو مثل ما هو والأكتر من هيك عم نشوف اليوم إنه it's business as usual على صعيد الحكومة الإدارة هي إدارة عادية ما فيها أي عجلة وأي ضرورة على صعيد الوتيرة الإدارية بعدنا ضمن الروتين والوتيرة تغييرية لسوء الحظ بعدنا بالروتين المملة الإدارية على صعيد العام بزيت الأدوات زيت الأشخاص زيت الإرادة زيت الأفكار وهذا اللي بيدل مش عم بيحكيك هلأ سياسة عم بيحكيك management يعني إدارة أعمال اللي بيدل على عدم التوصل إلى نتائج إيجيبية على الصعيد العام حتى للأسف يعني أديش فيه بالقطاع العام موظفين وهميين خلينا نقول كلهم على حساب هيدا ضم إطار الإصلاحات وهون بحب تذكر أنه نحن كحزب الكتائب بس أكرت سلسلة الروتب والرتب طالبنا بمؤسسة خارجية أجنبية تجي وتعمل دراسة للموارد البشرية الداخلية للقطاع العام وتلاقي الحلول المناسبة لتخفيف وطأة سلسلة الروتب والرتب على المواطنة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية مصر شيء منه بروفسور ياريتك تضعنا بكامل الخطة يلي اليوم حزب الكتائب اللبناني واضع تقلو خلينا نقول لتطبيقة ومش عم نحكي اليوم قبيل الانتخابات النيابية ولكن هيدا مشروع مشروع وطن خلينا نقول ياريتك تعرض لنا أبرز ما يعني توصلت لأله كحلول لأنه اليوم الناس بحاجة تسمع حلول وليس فقط عرض للمشاكل اليومية أولا كمعارضة الحلول معنا أكيد ولكن كمعارضة ما عنا نعطيهن ياهن تقدروا يستعنون أصلا ما رح يستعنون لأنه ما فيه إرادة ولكن الحلول بديهية أولا عندك إصلاحات سريعة فيها تتطبق اليوم على الصعيد العام هالإصلاحات لازم تصير أولا على الصعيد الكهرباء الكهرباء اليوم نحنا عارفين كتير منيح هي البير الغميء يلي اليوم فتحوا لها موازنة جديدة تخيلي اليوم مضجو استثنائيا الحكومة الحالية إلى إعطاء سلفة للكهرباء يلي هي سلفة هايدي تعد أنه رح تتبخر على الفاضي تحترق حرق يعني يلي هي سلفة ما إلى أي هدف ولا أي نتيجة إيجابية على صعيد ملف بهذه الضخامة تانيا عندك موضوع صندوق النقد يلي لازم يكون فيه اليوم هجوم من الدولة والحكومة اللبنانية على الصندوق آياماف لتوصل إلى حلول عملية بأسرع وقت ممكن تلاتة الإصلاحات البديهية يلي هي إصلاحات داخلية إدارية سريعة وخطة شاملة لوضع الدولة اللبنانية على السكة الصحيحة فإذا إذا عملنا هالأربع نقاط هولي والأكيد إطار الصندوق النقد الدولي الاعتراف بدين لبنان وإعطاء رؤية لهالدين كيفية دفعه وكيفية التخلص منه على صعيد عام لأنه كلنا منعرف أنه عامة بس يكون عندك دين فيك ترجع تجدد استحقات جديدة على مدى أبعد يعني إعطاء شوية اللي صار باللبنان فعلا ما صار بأي دولة بالعالم شي ما بتصدق لأنه اليوم جيت قلت ما فيني أدفع وما قلت ولا كيف ولا وين ولا أمتين اعتبري حالك أنت إخدي سيارة وجيت على مؤسسة مالية قلتي له أنا ما معي أدفع شو بتعمل المؤسسة بدأت تلاحك بدأت تتسأل شو عم بيصير وفعلا ما بقى رح تعيرك ولا أما تعطيك أي سلفة بينما إذا جيت قلتي له عندها وقلتي له أنا مظبوط ما قدرت أدفع السيارة ولكن أنا مستعدة رح أروح اشتغل رح بدي أعمل بدي سوي عندي هالقطة قدامي بدي أعمل هيك رح جرب وفر من هون ومن هون ورح جرب أدفع لكم هالكمية المؤسسة المالية أكيد بترو وبتفهم عليك وفيكم توصلوا لحل مشترك اليومي اللي صار جرم بحق لبنان وهيدي المسئولية مسئولية الحكومة السابقة والحكومة الحالية والحكومة اللي بعدها هايدي مسئولية اليوم المنظومة الموجودة بالدولة اللبنانية ومسكز إمام الأمور برأيك بروفسور حكيم هيدا الشي فقط أم أيضا اليوم سلاح حزب الله غير الشرعية اللي اليوم خلينا نقول هل الحصار اللي عيشين أو بلشنا بعملية نزع هذا السلاح صرنا على المسار أو بعد هو جميع الأزمات اليوم إذا جمعتيهم كلهم كلها بتنحل لأنه فيها سبب واحد السبب الوحيد هو سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية التدريجة على أكيد من سنة 2007 حتى اليوم هو السبب الوحيد لكل الأزمات الموجودة اليوم في حصار عمان في حصار على هني عمين حصار على لبنان وجود سلاح حزب الله ووجود لبنان بمحور الممانعة هو الحصار الوحيد على لبنان اليوم لأنه تنكون صراحين كل الأزمات المتتالية اللي عم نعيني منها هي نتيجة نتيجة شغلتين المافيا والميليشيا الميليشيا بتغطي على المافيا والمافيا بتغطي على الميليشيا المافيا هي السلطة الحالية الموجودة يلي هي مكونة من متل ما قلتلك متعاونين وخائنين وانتهازيين ومن ناحية تانية عندك السلاح الغير الشرعي طلاق المصالح بين هاتنين قدوا للأزمات المتتالية اللي نحنا فيها اليوم وأكيد يعني عندك نتائج اللي نحنا منعرفها كلها فإذا من هالناحية وجود السلاح هو المشكلة الكبرى إذا تسأليني سؤال تاني تسألتيني قبل بشوي جوابتك بعدة أمور رح جيوبتك بأمرين كيفية وجود أما إيجاد حلول عملية للبنان اثنين الفساد والحدود الحدود السائبة الحدود السائبة اللي بتعطي على أكيد كلها بتأثر على بعضها الحدود بتأثر على الفساد والفساد بتأثر على الحدود هن واحد واثنين عم بيأثروا اقتصاديا وميليا على الدولة اللبنانية بطريقة أكيد غير إيجابية على الصعيد العام والنتائج واضحة بين التهريب بين الاقتصاد البديل بين تبيض الأموال بين خلق إذا بدك ممر مساعدات لسوريا يلي إذا بدك استهلك ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية عم نحكي عن عشر سنين عم نحكي عن سنة وشهرين وثلاثة هول النقطتين هن أهم شيء كيفية توقيف الفساد وكيفية ضبط الحدود هل يطورة بيقبل فيون حزب الله أبدا فأزن على أكيد مشكلتنا مشكلة على أمد طويل وما فينا ننسى هذا السلاح الاستعمل بسبع أيار بالداخل اللبناني وهون سقطت عنه الشرعية والثقة كمان شفنا سلسلة أعمال أرهبية تهريبه إلى الخارج عمليات هنقول يعني ليس فقط إرهبية وإنما انخراطه بحروب دول الإقليم وانعكاس ذلك على لبنان هل برأيك هذا الأمر كمان أدى إلى عزلة لبنان دوليا وخلق هذا الجو ببلدنا اليوم لبنان مخطوف من قبل المحور الإيراني مخطوف كليا ومخطوف من من مخطوف من المجتمع الدولي عامة ومن المجتمع العربي وهيدا واضح على صعيد عام ولا مساعدة للبنان إذا بنوصل البكرة هلأ بنحكي بموضوع الدولار وموضوع الكطاع المالي والكطاع الاقتصادي لا حلول عملية على الصعيد العام دون مساعدة إخواننا العرب الدول العربية على صعيد عام عشان هيك ما حدا ينتظر أن الدولار ينزل ولا الدولار يستقر اليوم استقرار الدولار وهبوط للبنان على صعيد عام لمساعدته لإعادة أكيد الهيكلية الاقتصادية والمالية وخاصة ضوغة الاقتصادية والنمو النمو على صعيد الاقتصادي والمالي بس اليوم العلاقة على ما يبدو بعد غير يعني خلنا نقول إيجابية تجاه لبنان وهناك موقف خليجي سيعلن تجاه لبنان وصف بيئة السلبي موقف السعودية واضح حتى منا راضي على يعني دولة الرئيس ميقاتي على الأداء على هذه الحكومة فإذا نحن عنا حسب ما بتقول البروفيسور مجال أو مسار طويل الأمد بهيد الأزمة هيك بختم حلقتنا إذا بنا نطمن المشاهدين ما في أي حد زرة أمل خلينا نقول نحو أي مسار نحن رايحين بدي أعطيك نقطة كتير بهمة بتأكد عليك أنا عم نحكيها لقرب شوي اليوم الرئيس ماكرون توجه لمن توجه للسعودية تقدر يلاقي ثقرة بهالحائط إذا بدك الموجود بين لبنان والدول الخليجية أننا نكون صرحين السعودية هي الصمام الأمان على الصعيد العام عند أسباب حتى وعد الرئيس ماكرون بأنه رح يتابع الملف أكيد لإعادة والبرهان هي زيارة وزير خارجية فرنسا جوني بودريان إلى السعودية بأسراوات ممكن لهالأمر هذا ولكن أنا حسب رأيي النتائج رح تكون نتائج غير إيجابية على هذا الصعيد لأنه اليوم فيه مثل ما لنا حائط واضح بين لبنان والمجتمع الدولي من المال مع إذا بدك شوية اليوم انفتاح على صاحب الحكومة الموجودة أعطاء إذا بدك فرصة وعلى الصعيد العربي على أكيد فيه علم وخبر من عدم جدوى أي تحرك سياسي اقتصادي على الصعيد العام فإذا نحن اليوم قدام واجهة غير متشائمة إذا بدك غير إيجابية على أكيد الأمل الوحيد اليوم للفترة جاء إيجابة لسؤالك عن شو فينا نعطي كلمة إيجابية من هالناحية هو موضوع الانتخابات اليوم الانتخابات الجاية هي مفترق طرق للمواطن اللبناني على صعيد مستقبله ومستقبل ولاده مستقبلنا ومستقبل ولادنا اليوم إذا المواطن اللبناني رح يضل ينتخب على الصعيد الطائفة على الصعيد المصلح الخاصة على صعيد الخدمات على صعيد العائلة رح يضل إليه النتيجة زيتها اليوم إذا المواطن اللبناني إجا وحط صوته على مبادئ تغييرية ومواقف تغييرية رح نقدر نوصل إلى تحسين الأمور نوعا ما خاصة من خلال مؤسسات الدولة الموجودة ولكن من خلال تحرير من الاحتكار والاحتلال اللاسيادة الموجودة اليوم مع كل اللي تفضلت وقلت ما بتعتبره اليوم أنه ممكن يكون نظام بين اللامركزية الإدارية وبين النظام الفدرالي الاتحادي ما ممكن نقدر نجرب هذا النظام ويكون خلينا نقول شو علت أمل للمستقبل بأنه يحمي خصوصية كل منطقة موضوع اللامركزي هو موضوع لحزب الكتائب وموقف ومبدأ منذ سنوات يعني عم نحكي عم نمكين بالخمسينات حتى اليوم ما عم نحكي إلا بهالموضوع ولكن تطبيقه بده جمع شمل أولا أولا وتخطي هالأزمات اليوم الحالية يعني أنتوا مع تغيير النظام والتوجه إلى نظام جديد النظام هيدا بيّن فشله هلأ النظام هيدا بيّن فشله وبعد ما طبقناه كله لكن لازم نطبقه أول شيء تنعرف إذا فشل ما طبقناه أما طبقناه متل ما نحنا بدنا بالمصالح الخاصة طبقوه هنه حسب مصالحهم لو بيتطبق يمكن منيح بجميع الأحوال إعادة تكوين النظام بيكون بمرحلة تانية من بعد ما نكون تخطينا أول شيء هالاحتلال تانيا هالأزمات المتتالية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى وجود كامل لكل الأفريقاء اللبنانيين لكل الأحزاب اللبنانيين لكل المجتمع اللبناني عامة والتوصل إلى نظام جديد هل ممكن يكون هذا النظام نظام فدرالي بلبنان ممكن يكون خشبة خلاص أخيرة اللبنانيين اللي هو واضح أنه اللامركزية هي اليوم الحل الوحيد للأزمات المتتالية للنظام اللبناني ولكن كمان مرة هالموضوع لازم نتوصله من خلال إذا بدك اجتماع عام لللبنانيين للمواطنين من خلال مجلس النواب الجديد إن شاء الله للتوصل إلى نظام جديد أكيد يكون يتلاقى مع أكيد طموحات اللبنانيين وطموحات خاصة الشباب بلبنان معالي الوزير كلمتك الأخيرة نحن ما نشكرك على هذا اللقاء الشيق بيدارتكن على أمل دايما تكونوا عم توصلوا هذا الصوت السيادي الحر يلي لبنان فعلا هو بأمس الحاجة لحتى يطلع من أزمته وكبوته الاستثنائية الموضوع اليوم بلبنان واضح في عندك قواعد لعبة قديمة تقليدية اللي هي قواعد اللعبة السياسية الإدارية التقليدية الموجودة في من يدعم هالكواعد اللعبة وفي من يعارض داخل المنظومة الحالية وسياسة التسويات وما هنالك ومن ناحية تانية عندك المواطن اللبناني والمجتمع اللبناني الرافض لهالكواعد التقليدية يلي بده قواعد جديدة من هالمنطلق جبهة المعارضة اللبنانية وحزب الكتاب والمجموعات والأحزاب الموجودة داخل هالجبهة تقاوم للوصول إلى قواعد لعبة سياسية إدارية جديدة على أد مستوى طموحات الشعب اللبناني والجيل الجديد اللبناني الشبابي اللي طامح لدولة لبنانية سيادية مستقلة هيدا من هالناحية هيدا لازم نكونوا مواطحين في لعبة قديمة وفي لعبة جديدة وواحد لازم يعرف وين ينتخب وشو بده شكرا للكم مشاهدينا مشاهدي الفضائية السوريانية سرويو تيفي على أمل نلتأ بكل حرية الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة